مسلسل عمر رفنزي اللي بيتعرض دلوقتي ونكسر الدنيا وصورة خطيرة وبترجعنا الزمن اللي هو نرجع هنا شوية وفي الماضي شوية وقصة كده انت عاملة دور مراد احمد حتم في المسلسل كلميني بقى اول ما الورق اتعرض عليكي شفتي الشخصية ازاي اولا انا بحب الشخصيات اللي فيها تحدي اي نوع من اللي هو انت هتبقي انا متجوزش قبل كده فانت هتبقي زوجة انا هيبع عندك بنت كمان نوع الزواج فيه مشاكل وفيه بنت من مستوى معيشة يعني مختلف تماما عني مرتبطة بباباها ارتباطه بيأثر عليها في كل كلام ويمكن هو اللي بيتحكم في حياتها لحد ما حسيت تحديات كتير قوي ايه ده انا عايزة ده اعرف اللي هو طبعا اه يلا يعني هل هعرف اصلا اقنع الناس ان انا يكون ام وانا عاملة كده ولا وانا اللي هو فانا اللي هو فانا اللي هو يعني الجزء ده كان انترستنج قوي انا يعني بحاول على قد ما اقدره وطبعا دي مش حاجة بتكون في ايد الممثل قوي انه هو بيتعرض علي بذات هو بيبدأ انه هو دايما هو اللي بيريسيف فمش بعرف انا اختار اللي هو فكرة لا انا عايزة ده مش عايزة ده فمن اللي بيتعرض علي بحاول على قد ما قدر اعمل حاجة وتكون مختلفة تماما على انا عملتها فالورا كان انترستنج جدا لان كمان عجبني الجونرا بتاع المسلسل ان احنا اه احنا عندنا كوميدي عندنا اجتماعي عندنا دراما عندنا بيت اوف ثريل عندنا فانتيزي عندنا حاجات كتيرة قوي تخلي المسلسل في دايناميكس مختلفة مش بس بتتفرجي على لاين واحد او ماي واحدة فزي ما انت قلتي في زمن قديم وفي حاضر فبتروحي هنا وتروحي هنا ولا بتزهقي من ان فكرة الزمن ده مش عارفة تريليت ليه خالص بالعكس هو الكونترست ده مخليكي حاسة ان قد ايه زمن القديم في حاجات حلوة اوي احنا مفتقدينها وقد ايه برضو الحاضر مساهل علينا حاجات كتيرة اوي زي ما كان بيسرق مش عارفة مبارح ولا اول مبارح فاني حلقة وقدين ما كانش عندهم كاميرا كاميرا مرقبة فكانت الحرمية عايشين معياتهم عادي فهم الله اولا ناس طيبين اوي بالزبط فقط يعني عاجبني اوي الكونترست وجديد وما تعملش قبل كده الحمد لله يا رب الناس متحمسة جدا للمسلسل وبيتفرجوا في الشارع اصلا بيجوا يقولوا لي هو احمق وعمر هيجيبت 800 جنيه ولا لا كله عايدي تابع الاخبار منك كلهم اتمنين او النبي فالصراحة التجربة مبسوطة جدا ان انا جزء منها وعايز اشكر الصراحة والساس عبد الرحمن ابو غزالة على الفرصة دي لانه هو يعني كان مؤمن بيا جدا وقال لي لا انا مش عايز حد غيرك يعمل ده وهيكا بالنسبالي بصراحة زي ما بقولك هي مش حاجة سهلة خالص عشان اكون مكنعة والناس تصدق فعلا ان دي عندها دي امه وعندها بنته متجوزة شخص ده ودي مشكلها وتحدياتها ويقدروا يريليتو كمان وهما بيتفرجوا لان اعتقد ان المثال ده موجود في المجتمع جدا طبعا اللي هو بتاع ماجي يعني ماجي كانت شديدة شوية مع جوزها برضو اللي هو انا اللي عملتها كله وانا بالزبط بالزبط اللي هو اي حد فيه يعني هيبقى فيه فرق في المستويات ما بينهم هيتجوزوا هيحصل ده فحاسة ان دي حاجة موجودة قوي في المجتمع وكنت مبسوطة ان انا بطرح ده اه ويعني يعني نفسي ان هو يبقى طالع فيه مصدقية تخلي الناس فعلا تحس تشوف نفسها او تشوف حد تعرفه بالزبط تسدى الموضوع نوما وجود في الواقع فعلا وبيحصل ردود الافعال بتاعة المسلسل كنت متوقعها يعني كنت حاسة انها هيحصل الموضوع ده يعني خصوصا ان انت كمان عمر فاندي اعتبر نقلة جديدة ليكي فانا حاسة لهو يعني بعد النقلة دي هيبقى فيه وقفة بقى مع النفس صح هناعمل ايه بقى هناعمل ايه ده الوقت الواقعين فين انت في الحتة دي ده الوقت جدا انا في الحتة دي ده الوقت عشان الحمد لله يا رب انا كنت متوفقة جدا يمكن السنة ونوص اللي فاته في الفرايتي بتاعة الشخصيات ان ريفو تسعينات بنت كده اللي هو بعد قاس شوية وحاجة مختلفة قوي عن شخصيتي او ايه دلوقتي ان بعمله وبعدين مسلسل معلم كان فيش خصية شعبية عملت في الحشاشين حاجة تاريخية دلوقتي بعمل دور ام ودور زوجة عجبني السبكترم ده تنوع كمان فيه تنوع بالزبط ونفسي يفضل محافظة على ده يعني نفسي يفضل بقى محافظة على اللي هو ما يجبونيش كاميران اللي هما شايفين ميران عاملة ازاي اه ايه ده شكلها كزا طب لايق عليها كزا طب هتوها لأ عايزة دايما يبقى فيه احساس ان يا رب يعني اكون في الصناعة ان دي شخصية دي ممثلة بتفتعمل شخصيات مختلفة اه هو نقلة طبعا وربنا يستر بس ان شاء الله خير يعني ان شاء الله اللي قيب اه فعلا زي ما بقولك يعني